ينضم إلينا من بكين كبير الباحثين في مركز تاهي إينار تانجين مرحبا بك أستاذ إينار عبر سكانيوز عربية ما الذي دفع الصين اليوم إلى التلويح بتضرر العلاقات التجارية بين إيران والصين بعد أن كانت نأت بنفسها مطولا عما يجري في البحر الأحمر أولا علينا نضع الأمر في سياقه الصحيح فيما يتعلق بهجوم إسرائيل على شعب في غزة فإن هناك إدانة لقتل الأبرياء وهناك محاولة لعكس الوقائع وصين كان عليها أن تتخيل كيف تقوم بحل المشكلة التي خلقتها الولايات المتحدة ينبغي أن يكون هناك وقف إطلاق فوري للنار وأيضا يكون هناك حل الدولتين وهناك أيضا علاقات تجارية مع إيران وأيضا مع بقية العالم نعم لكن ما الذي دفعها اليوم لتهديد أو التلويح أمام إيران بأن العلاقات التجارية قد تتضرر في حال استمرار الهجمات الحوثية الموالية لإيران في البحر الأحمر كما قلت من قبل فإن الإقاف في البحر الأحمر قد أصاب أو أدر بالعلاقات التجارية بين الصين وإيران وأيضا الولايات المتحدة وإسرائيل هناك قلق من قبل الصين بإحيال الأزمة في غزة ولكن أيضا فيما يتعلق ببقية العالم فأن هذا لن يساعد والإضرار ببقية العالم لن يساعد أيضا تنقل اليوم صحيفة والستريت جورنل سيد إينار أن هناك سيكون لقاء مرتقب يجمع بين مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفن ووزير الخارجية الصيني وانجي في تايلند وسيتم بحث هجمات الحثيين في البحر الأحمر يعني هذا الموضوع سيكون مطروحا على طاولة النقاش ما الذي قد يرشح عن هذا اللقاء برأيكم وما أهمية انعقاد لقاء بين مسؤول أمريكي وآخر صيني إن أكبر قوتين في العالم هذا منطقي أن تجتمع البلدان وعلي أن أكرر ما قلته وبدأت به وهو أن القضية هي الهجم الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غازا وموت الأبرياء من المدين والذي تجاوز 25 ألف وواشنطن تدعم هذا الأمر بتقديم القنابل والرصاص وحتى ينتهي هذا الأمر سيكون من الصعب جدا أن نقنع هؤلاء وأن يكون استكون إسرائيل والولايات المتحدة منخارطة في إبادة جماعية وأن يتوقفوا عن ذلك نعم الصين ستقوم بالمستطاع وذلك لحماية مصالح نفسها وأيضا مصالح من في المنطقة بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والذي مرة أخرى كان مهمش من قبل الإجراءات التابعة للولايات المتحدة في هذه المرحلة لا يوجد الكثير مما ستفعله الصين لا يمكن أن تقوم بأي هجم عسكرية وأيضا إلى جانب دول أخرى منخارطة قد تضرارت ولكن لا يمكنهم أيضا أن يجبروا إيران على القيام بذلك ولن يفعلوا حتى إلى أي مدى برأيكم الصين لديها مخاوف وقلق بسبب المخاطر المتنامية بهذه الهجمات وبالتالي توجه شركات شحن كبيرة ربما إلى دول أخرى وبلدان أخرى غير الصين على سبيل المثال الهند مثلا وبالتالي اليوم تجد نفسها الصين مجبرة على التدخل ومحاولة كبح هجمات الحوثيين يبدو أن الهند دائما تلوم الصين على كل شيء والآن تقول أن هذه مسؤولية الصين لحل كل شيء يمكن أن يكون هناك أمر أو آخر ولكن لا يمكن أن نحصل على كل شيء في الواقع الصين لديها علاقة مع إيران وهي تعتمد على التجارة وهي ليست اتفاقية استراتيجية كانت تتعلق بالبنى التحتية والطرق والجسور والموانئ وأيضا خطوط الأنابيب ومرافق تتعلق بكهرباء هذه هي الأمور الاستراتيجية التي تعقوم بها الصين مع إيران ولكن إيران هي دولة سيادية كيف يمكنها أن تتعامل مع شؤونها في ما يتعلق بالأمور الداخلية الصين تشير إلى أنه كما قلت العديد من الدول قد تأثرت وتضررت بالهجمات الحوثية والتي أيضا ضد الولايات المتحدة وإسرائيل سيد إنار هل برأيكم ستستجيب يعني حضرتك ذكرت أن إيران دولة مستقلة ولها حساباتها ومصالحها هل تستجيب للتحذيرات الصينية أولا لا أعتقد أن الأمر إلى حدمة مبالغة فيهم بفكرة أن الصين تتصرف كما لو أنها الولايات المتحدة بالتقديم الإنذارات أعتقد أن هذا غير صحيح ما تقوم به الصين وهي وزارة الخارجية أو ما قامت به هو تسكير إيران بأن أفعالها من خلال مجموعات قد أثرت عليها وليس بالضرورة تسيطر عليها بشكل مباشر سيكون لذلك أثر اقتصادي ليس فقط على من يرغبون في الإدرار بهم مثل الولايات المتحدة وإسرائيل ولكن بقية العالم فيما تعلق بردة الفعل أو الرد فهذا وضع معقد كما قلت هناك الكثير من التأثير على الحسيين ولكن ليس السيطرة الكاملة المباشرة فهم يقومون بتزويد الكثير من الأمور العسكرية ربما سيقولون للحسيين أنهم لن يقوموا بذلك ولكن حتى يكون هناك حل للوضع في غازا وبطريقة سلمية ووقف الإطلاق النار وحتى يكون هناك مشاركة فعالة وأن يكون هناك حل الدولتين سيكون من الصعب أن نمنع لمن يتعاطف مع الفلسطينيين عن التعامل أو أن يكون لديهم ردفع هناك كينات أخرى تعتقد أن هذه إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني وهذا أمر خطأ هناك من ينظر إلى دور الصين حاليا سيد إنار على أنها تريد لعب دور أكبر في البحر الأحمر واشنطن لجأت إلى القواعد العسكرية وإلى التكتيكات والأساليب العسكرية بفرط قاعدتها وحارس الازدهار وهذا التحالف كله في المنطقة هناك من يرى أن الصين تريد أن تلعب دورا ديبلوماسيا وبالتالي ستبدو كأنها منقذ هذه الهجمات أو ربما هي التي ستكبح هجمات الحوثي وهجمات إيران هل تتفق مع ذلك؟ لا واثق على ذلك أعتقد أن هذا خطأ نفترض أن السياسة الخارجية للصين هي نفسها السياسة الخارجية للولايات المتحدة والولايات المتحدة هي دولة كبرى وتضع قوانين والبقية يتبعونها الدولة الصينية تعقول أنه إن لم يكن هناك اتفاق أو إجمعنا نصل إلى اتفاق إذن هذا هو الاختلاف الكبير بين السياسة الخارجية للبلدين الصين ليس لديها تواجد عسكري ولن تقوم بأي شيء غير حراسة السفن من قرصنة ولكن لا يمكن حمايتها من الصواريخ التي يتم إطلاقها الولايات المتحدة قد أخذت هذا الدور وتعهدت واعترفت أن هذا لا ينجح ولكن كما قال جو بايدن لأنه توقف إذن هذا واضح ولكن في هذه المرحلة كل ما يفعله الصينيون هو الدعوة إلى الهدوء ويذكرون إيران أن هذا يؤثر على الدول الأخرى ويسعون إلى إحلال السلام أولا إلى غزة لأن إن لم يكن هناك سلام في غزة وإن لم يكن هناك أيضا إقاف لما يحصل فإن الجميع يمكن أن يتحدث والجميع سوف يتصرف والحسيون سوف يستمرون في إطلاق الصواريخ على السفن من بكين كبير الباحثين في مركز طيهي إنار تانجين شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر